اليوم جايب لكم اخبار جديدة عن الشيباينو عملة شب انتو شايفين الارتفاعات الخنف الشعرية اللي صايرة يعني شعيب كي مو طبيعي يا رباد خير فلذلك اليوم في اخبار جديدة انا اعتقد انه من الضروري للي حبون عملة الشيباينو انهم يعرفون شلي صاير وبالاضافة الى اخبار سوق العملات الرقمية زي ما عودتكم حكلمكم عنها بشكل سريع مختصر وتذكروا حنا جاسين مع بعض ايش جاسين انسولف لا اني مستشار مالي ولا بطيخ صيفي ولكن اقروا صندوق الوصف تحت انتبهوا من النصابين اللي يكتبو لكم تحت في التعليقات وحطو لكم رقم واتساب او تينجرام يدعون انهم انا تراي ما عارفهم حطوهم بلوك كه وعطوهم سبام وقبل لا نبتدي الله عافيكم ادعوونا باللايك وشير وسبسكرايب ويتفع الجرس تنبيهات عسان ستجيكم الفيديوهات اول بول خلونا نبتدي اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشيبا إينو واللي قاعد يصير من أخبار اللي بالغالب هي سبب ارتفاعها بالطريقة المجنونة هذه طبعاً الوقت تصوير الفيديو وأنا بحط لكم كل اللينكات تحت موجودة في صندوق الوسط تقدرون نشوفونها على مدى يوم في كريبتو بابلز شوفوا الألت كوينز والعملات البديلة هبال هبال الشيبا إينو والدوج ارتفاعات مجنونة برضو السيف مون الآن بدأ يرتفع بطريقة ملحوظة وبدأ يعدل من نفسه بعد النزول اللي شاهدوا في الفترة الأخيرة وقت تصوير الفيديو البيتكوين سعره 61600 وشوي وقد كسر حاجزة 60000 إلى الأسفل وارتد مرة أخرى بشكل سريع إلى الأعلى الاثيريوم 4100 وشوي الكاردانو دولارين السولانة 199 XRP دولار فاصلة صفر بالنسبة للشيبا إينو سعره 0.40 7000 وشوي طبعاً قد وصل إلى 8000 وفوق هو الجديد والدوج كوين 0.30 سنت المولا أحضت يا جماعة الخير الشيبا إينو فليبت الدوج كوين بعد ما كان تحته وبعد ما دائماً له فترة كان يدعي من أول ما بدأوا أنه حيسوي فليبنينج يعني هو هو الدوج كيلر وبالفعل سووها يا جماعة الخير حنا أتكلم في هذه الفيديو على الموضوع ذا بشكل أكثر طيب خلونا نتكلم عن أخبار سقولة ملات رقمية بشكل سريع خلونا نبتدي بأول خبر شركة ديزني العالمية مين ما يعرف ديزني وشركة فيفي اللي تتبع لي مارفل اللي زي سبايدر مان والأفنجرز وآيرن مان والاشياء هذي الآن ادخلوا في مجال النون فنجبل توكنز بشكل جداً جدي وبالأخص لموضوع ديزني تعرفون ديزني كل الأفلام اللي عندهم الآن إذا وثقت بطريقة النون فنجبل توكنز إنه شيء مميز فني صور أفلام أياً كانت تعرض للمزاد لأنه ما في منها اللي أحبها واحدة في العالم أكيد حترتفع أسعارها وتساعدهم في طريقة الاستثمار الداخلية اللي عندهم تعرفون منصة كومين بيث شهيرة تكلمنا عنها أمس في الفيديو اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفوا فوق هنا الله عافيكم الآن يا جماعة الخير صاروا هم أكثر برنامج داونلود وتعدى أكثر البرامج داونلود في العالم زي مثلاً تيك توك وإنستغرام ويوتيوب ليه؟ ليه سبب إقبال الناس على التداول عالمياً ودخولهم في مجال العملات الرقمية وهذا يعتبر شيء مرة كويس هذا هو شكل البرنامج يا جماعة الخير الآن بلد السالفادور مع النزول السريع اللي نزل للبيتكوين تحت الستين ألف دولار أيضاً زودوا كميتهم لحكومة بلدهم يعني واستثمار البلد في البيتكوين بكمية أربعمية وعشرين بيتكوين فصار عندهم الآن ألف ومية وعشرين بيتكوين كاستثمار لبلد السالفادور وهذا تعتبر حركة مرة قوية وبطلة والبرزيدنت حقهم الرئيس أحيي صراحة ورفع للقبعة أكبر مجمع تجاري في تايلاند الآن بدأوا يجربون عملة رقمية داخلية مسمينها سي كوين العملة هذه يعني في مرحلة تجربية حالياً على أساس يساعدون الناس ويجربون عمليات البيع والشراء في المنتجات والمحلات الموجودة في المال عندهم على أساس يشوفون أنه هل بالفعل هذا الشيء مجدي وسلس ومفيد للناس ولا لا وإقبالهم على المجال هذا بالطريقة ذي يعتبر شيء مرة كويس عند الجامعات الأمريكية في ولاية بنسلفينيا في أمريكا اسمها وارتن بيزنس سكول الآن تستقبل وتوافق علىها أنه الناس تدفع لهم مقابل الكورس اللي يحطينه من خلال البيتكوين والإثيريوم عندهم زي يعني كورس في الاقتصاد للبلوكشين والديجيتل آسيتس العملات الرقمية فهذا يعتبر مرة بطل فمسوين حركة أنه أول جامعة في أمريكا تستقبل المدفوعات من خلال العملات الرقمية ومن خلال منصة كوين بيس الشهيرة كوين بيس طرق فنانين والله العظيم أنا كل يوم جأس يعني ترتفع أسهمهم عندي وجالس أؤمن فيهم بشكل كبير لأنهم جدا جدا أذكية في منصة تداول اسمها Voyager Digital الآن وقعت اتفاقية وشراكة مع مارك كيوب انتعرفونه هو أحد داعمين لعملة الدوج كوين وعنده فريق سلة مشهور جدا اسمه Dallas Mavericks على أساس أنهم يبددون يدخلون في مجال العملات الرقمية ويوعون الكميونيتي والناس ويشرحون لهم مدى أهمية هالمجال يا جماعة الخير قبل كم شهر في شهر أوغست 2021 في أحد المستثمرين اللي ذب كذا 3400 دولار شر فيها أملة الشيبئينو الآن عنده إرادات وأرباح بقيمة 1.5 بليون دولار فشي مجنون شي لا يصدق وأيضا واحد ثاني شاري بقيمة 8000 دولار في نفس الشهر تقريبا في شهر أوغست الآن عنده 5.7 بليون دولار بليون مو مليون دولار بليون هبال 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 شي مو طبيعي وأيضا بالنسبة للأخبار المعنية بعملة شيبئينو الآن هي الثالث عالميا على منصة البحث اللي موجودة في جوجل بعد البيتكوين والأثيريون بالنسبة للعملات الرقمية هبال يا جماعة الخير عدد الطلب والبحث في منصة جوجل على البيتكوين هو 22 مليون خلال شهر والأثيريوم 6.3 مليون الشيبئينو 2.8 مليون عملية بحث في جوجل وهذا شيء مجنون طبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو انه الشيبئينو سوى فليبنينج يعني زي تعدى وقفز فوق دوش كوين متى صار هالموضوع هذا؟ خلال الـ 24 ساعة اللي راحت وقت نزول البيتكوين تحت الـ 60 ألف دولار فانتهز الفرصة هذه الشيبئينو وزود الماركت كاب حقه وقبال الناس والأخبار المهمة اللي كلمتكم فيها في الفيديو حق أمس روحوا شوفوا لمعنيين في الشيبئينو يحبون الشيبئينو لازم تشوفون عسا استعرفون شي الأخبار كلها بعدها وش سوى دوش كوين ارتفع بنسبة 18% على اساس يرد اعتباره وقفز إلى الأعلى وسوى فليبنينج مرة أخرى للشيبئينو ولكن وقت تصوير الفيديو يا جماعة الخير الآن الشيبئينو يعني متربع على المركز الثامن في مجال العملات الرقمية ككل بماركت كاب يا جماعة الخير بـ 42 بليون دولار والفوليوم اليومي للتداول 45 بليون دولار شوفوا وين وصل الدوش كوين للمركز 11 أغينا ما عندي شي ضد الدوش كوين أنا شاري دوش كوين مخليها ولكن لازم تعرفون الخبر وتعرفون ش اللي صاير فيما يخص الهواش ما بين العملتين الارتفاع المستمر في الشيبئينو خلال هالكم يوم هذا فقط الآن في أحدى المواقع يقولون أنه أسباب جديدة هي تقسم إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي سبب الارتفاع الحقيقي لشيبئينو أنه الآن تم إدراجهم على منصات أكثر وأكثر غير اللي تكلمنا فيهم في الفيديو أمس صار الآن على منصة بيتكان وأي أو أف إي أكس وستيلث إي أكس وكوين فلكس كل هالمنصات هذه وبرضو جاسين يحتفلون بإدراج البروتوكول المعني بعملة ليش اللي هي تتبع أيضا لعملة شيب وبرضو سبب الارتفاع حسب الموقع هنا يقولون أنهم موقعين اتفاقية مع شركة عالمية مشهورة اسمها Now Payments تساعدها في موضوع المدفوعات المالية تستخدم كعملة للمدفوعات وأيضا للتبرعات وأيضا لممكن الرواتب خلاص حيصير ممكن بعض البلدان أو الشركات أو اللي هو تعطي الناس رواتبها عن طريق الشيب إينو وأيضا للليش والحلو في الشركة هذه أنه ثلاثة بالمئة من أرباحهم حيتم حرقها بشكل مستمر السبب الثاني لارتفاع سعر عملة الشيب هو إعلانهم للنفتي اللي تعرض للمزادات على منصة الأوبن سي الآن مسوين فوق العشر آلاف يعني النون فنجبل توكنز متميزة وكلها موجودة على الأوبن سي وتنباع وتنشرها عن طريق الليش توكن فالليش توكن لما تمر عليه الترافك أو يمر عليه الترافك هيرتفع سعر السبب الثالث لارتفاع عملة الشيب أنه ارتفاع الإقبال المفتوح على العقود المستقبلية فيما يخص بعض المنصات اللي تستخدم الشيب زي OKEX والFTX والهوابي كل هالمنصات هذه بسبب الإقبال عليها ساهمت في ارتفاع سعر الشيب وتخيلوا خلال شهر واحد من بداية 3 أكتوبر إلى 27 أكتوبر ارتفع الإقبال بقيمة من 15 مليون دولار إلى 178 مليون دولار فيما يخص الـ Open Interest طيب يا جماعة خير وصلنا لنهاية الفيديو في موضوع ثاني لازم أنبهكم فيه زي اللي نبهتكم فيه أمس Buy the rumor Sell the news أو Sell the fact يعني اشتروا وقت الإشاعات الأخبار والأشياء وبيعوا وقت صدور الخبر أو إعلان الخبر الحقيقي لأنه ش بيصير دائما يطيح السعر فاللي يجالس يضارب بيعوا إذا أنتم راضين بالأرباح حقتكم واللي مفاقع معه زي أنا تارك العملة للأمام لفترات طويلة أبخليه ولكن اكتبوا لي تحت في التعليقات أنا حاب أسمع منكم وين تتوقعون يصل سعر الشب في نهاية شهر أكتوبر اكتبوا لي تحت سعر الشب كم تتوقعون ممكن يصل لا تنسوا أن الله عافيكم دعم القناة باللايك والشيء والسابسكرايب ويتدعي الجرس تنبيهات أساس تجدكم الفيديوهات هو البول ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات قريبة سلام اشتركوا في القناة